الهدوء الحذر يلف المناطق الجنوبية الحدودية مع فلسطين المحتلة وسط طقس عاصف وعاصف جدا نتيجة التأثر بمنخفض جوي شديد البرودة ويعني الأمطار لم تتوقف منذ ساعات الصباح هذا الأمر ربما قد يكون أدى إلى تراجع العمليات العسكرية نوعا ما ولكن في ساعات الصباح اليوم كان هناك تمشيط للقرى الحدودية ولسيما في القطاع الأوسط بعد ليل ساخن جدا نفذت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة ضد بلدة عيد الشعب وغارة كانت شديدة التداعيات من حيث التدمير الذي حصل في وسط البلدة وأدى ذلك إلى وقوع إصابات بين قتلى وجرحة نتيجة هذه الغارة التي برزت تداعياتها وآثارها في فيديوهات أظهرت الحجم الكبير للتدمير الذي أحدثته الغارة الإسرائيلية استنادا إلى مصادر ميدانية فقد يكون هذا القصف الإسرائيلي العنيف أيضا تحسبا من عمليات يتم التحضير لها خصوصا أن حزب الله كان قد نفذ عملية ضد موقع رامية بعيد منتصف الليل وهذه العملية أوقع فيها إصابات كما جاء في بيان الحزب مستخدما الصواريخ والأسلحة المناسبة إذن هذه العمليات العسكرية هي تتسم بحدة كبيرة جدا منذ انتهاء الهدنة وهذه الحد أحدة لا تزال مستمرة طيلة هذه الأيام القليلة الفائتة ولسيما يوم أمس حيث جدد حزب الله استخدام صواريخ البركان ضد موقع الراهب أيضا في القطاع الأوسط إشارة إلى أن المنطقة هنا في القطاع الشرقي تلالك فرشوبة أيضا تعرضت للقصف في ساعات الصباح في أي حال ثمت ترقب أيضا لمتابعة مهمة الوفد الفرنسي الذي عقد محادثات بالأمس وفد يمثل وزارتي الخارجية والدفاع الفرنسيتين الذي أجرى لقاءات شملت رئيس الحكومة ووزير الخارجية وقائد الجيش ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان وتبين من اللقاءات التي عقدها أن ثمت رسالة ينقلها إلى لبنان بأن هناك هاجسا حقيقيا من تكرار ما حصل من هجوم لحماس ضد مستوطنات غلاف غزة أن يتكرر هذا الأمر من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الحدودية لذلك كان تركيز على إعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة المنطقة الحدودية الجنوبية مع فلسطين المحتلة وإعادة تفعيل القرار 17-01 وثمت معلومات لا تزال غير نهائية بإمكان أن تزور وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لبنان الأسبوع المقبل وسط استبعاد عودة الموفد الدبلوماسي الأمريكي أيموس هوكستين في القريب العاجل إلى لبنان ولكن يبدو أن السباق واضح بين مساعي دبلوماسية لضبط الأوضاع على الحدود الجنوبية وعدم تفلتها وانزلاقها إلى مواجهات واسعة وبين المساعي الدبلوماسية المستمرة على أكثر من خط لوقف هذا التدهور أشكرك من جنوب لبنان كلودي أبي حنم ورسلة الغد ترجمة نانسي قنقر